موسيقى مساء الخير حديث الرسول عليه الصلاة والسلام مع صحابي سألوا يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب الدينه هل معناها أن كل ما الإنسان باع أفضل وأحسن هيتعذب وإن الله إذا أحب عبد التلاه هتقول هو ده جزائي كل ما حب ربنا أتعذب أكتر هو الموضوع مش كده خالص هو معناه إيه الحديث ده عارف بالضبط لما يكون في فصل الفائقين وفي الامتحانات لهم أسئلة خاصة بيهم مش بيعقبوهم بالعكس هم قدراتهم مميزة فهيذكروا أحسن بالاختبار ده هيطلع أقوى ما فيهم من قدرات فهتتطور أفضل فهيكونوا أنجح وتأثيرهم في اللي حواليهم أكتر مش فكرة عذاب خالص ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم والأنبياء هم أصحاب قدرات مميزة فابتلاءاتهم أصعب وهم أكتر قدر على التحمل والتأثير لكن من رحمة ربنا أن الابتلاء مهما كانت صعوبته فهو تحت منظومة وقانون لا يكلف الله نفسه إلا وسعى يعني أي حاجة تحصل لك فهي في وسعك وتقدر عليه طيب ليه بحس إني مش قادر وإني ده فوق قدراتي لأنك بدل ما تكتشف قدراتك اللي هتخليك تعدي من محنة دي مشغول في اللوم والإحباط وتحليل أنا ليه بيحصل لي كده هو ده جزاء هو ده بتلاء فبتهضر طقطك برغم لو ركزت بس في الحل في السعي في اكتشاف نفسك هتعرف إن كل حاجة بتحصل لك هي فعلا وسعى وتقدر عليها جدا بس محتاجين ناخد قوانين ربنا مسلمات ونشتغل على أساسها مش بنختبرها وبنشوف مدى صحتها ودي أكبر غلطة بنقع فيها فعلا بتشتتنا الأنبياء كل رحلتهم ابتلاءات والرسول عليه الصلاة والسلام مر بابتلاءات بقت منهج عايشين بيه وبدرسها الابتلاء هو الأساس اللي مبني عليه فكرة وجودنا ليه؟ لأن ربنا ميزنا عن كل المخلوقات بالعقل ليه؟ علشان نقدر نختار ليه نختار؟ علشان نتعرف على ربنا في كل الظروف ونختار حبه بإرادتنا فقال لنا على قانون ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابر كل ابتلاءاتنا لكل البشر في العالم مش هتخرج عن الخمس ابتلاءات دول ومشتقتهم وربنا من أسماءه البديع فحتى الابتلاءات فيها إبداع وكل واحد مخلوق له بصمته في ابتلاءه وتأثيره ودروسه وأثر هيتخلق جديد جواه هيتطور منه ويغير فيه فهيبقى كل واحد قادر يسيب أثر مختلف حواليه أول ابتلاء ربنا حذرنا منه هو الخوف ومش هنقدر نواجه بقى الابتلاءات إلا لو تغلبنا على الشعور بالخوف باستمداد الأمان من المصدر الله غير كده هنفضل في دوامة خوف وقلق تقضي علينا تاني حاجة نقص الأنفس مش شرط بالموت لكن ممكن باستقادك لأدوار وأشخاص كان لهم دور في حياتك نقص السمرات هو نقص النتائج بتاعت سعيك وبإدراكك ده هتتوجد بطانة داخلية لفكرة تقبل نتائج تانية دير اللي انت رسمها فبتقدر تجاهز نفسك لاستقبال النقص ليه بنقول الكلام ده؟ لأنك لما تأقلم نفسك وتجاهز نفسك طول الوقت إنك موجود هنا الحكمة والهدف وطول الوقت هتتسئل فتبقى مستعد وجاهز لأي سؤال وأي اختبار من قبل ما يحصل ودي واقعية مش تشهئة وده منهج الرسول عليه الصراط والسلام في تعاليمه للصحابة ولنا بيجهزنا طول الوقت وبيحصن قلوبنا بمعرفة الله وبمعاني مهمة قوي قبل قول الابتلاء فتبقى مذاكر وجاهز من قبلها انت هتتسئل سواء سؤال سحب أو سؤال صعب عرفت تتحل أو معرفتش كده كده هتتسئل الأسئلة دي على حسب درجاتها هتجبرك إنك تكتشف حاجات كتير عن نفسك وعن قدرات الله الاكتشافات دي رحلة ظاهرها قلم لكن باطنها رحلة معرفة وقرب ومعاني ودروس فضرب بينهم بصور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قدره العذاب فيه بقى جزئية مهمة قوي في الموضوع ده ضروري توضحها لما بيتقال إن الابتلاء علشان تطهير من الزنوب في الدنيا مش المقصود بها إن ربنا بيعقبك بإنه يمردك أو يحصل لك حاجة سيئة علشان زنوب تخلص منها قبل ما تموت مش المعنى ده خالص هي أكيد الابتلاءات فيها حسنات وهتمسح سيئاتك ده طبيعي إن الحسنات يضهبن السيئات دي نتيجة بتحصل لما تبتلع لكن مش دي الحكمة من ابتلاءك علشان تجمع حسنات تمسح زنوبك ما ده ممكن تعمله بخير أكتر ليه يبقى بواجع مثلا؟ الحسنات والتطهير ده نتيجة مش الحكمة طيب الحكمة إيه؟ إن أنت مخلوق لدور ورسالة ده الهدف من وجودك وبتجهز للرسالة دي طول الوقت لآخر اللحظة في عمرك فبتتطور علشان تأذيها على أكمل وجه وما تعرفش ربنا هيستخدمك إزاي؟ رسالتك دي ممكن تبقى صبر على مرض والمرض ده له لا ما كانش بقى فيه علم وإكتشاف لعلاج وإزهار لقدرات الله وإنت تبقى مشارك في ده من بعيد حكمة بالجة ما نوصل لهاش منظومة كاملة ربنا بيدرها كلها بتصب في معاني التعرف على الله وده هدف كل واحد فينا إنه يتعرف على ربنا ويعرف الناس على ربنا على طريقته هو ده معنى الإعمار في الأرض رحلة تنقية واستفاء وتطوير لقلبك وروحك رحلة بترتقي بيك وبتعليك فبتطهرك وبتزود حسناتك فما ينفعش نختزل المعنى إن ربنا بيبتليك بس علشان زنوبك يغفرها ويبدلها حسناتك ما يفعل الله بعدابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عننا معرفة حقيق المعاني بتقربنا وبتطمنا حلقتنا النهاردة عن الإبتلاق في حياة الرسول عليه صلاة والسلام هنتكلم في المعاني دي بالتفصيل والدروس والحكم من إبتلاقات الرسول مع ضفنا الشيخ عبدالأزهري من علماء الأزهر الشريف بعد الفصل أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية مكاملين في سلسلة حلقتنا التعرف على الرسول عليه الصلاة والسلام والنهاردة موضوع حلقتنا عن الإبتلاق في حياة الرسول دفنا النهاردة الشيخ عبدالأزهري من علماء الأزهر الشريف أهلا وسهلا يا شيخ عبدالأزهري أهلا بحضرتكم أهلا بحضرتك يا ربك كون أجازة سعيدة عودا حميل ربك يبارك لو بدنا الموضوع من أصله خالص بقى هي إيه الحكمة من الإبتلاق أصلا؟ الحكمة من الإبتلاق لازم نعرف أن وجود الإنسان في الحياة مرتبط بالإبتلاق شوف بقى سورة الملك سورة الملك سورة مكية أو جزء مكي يعني من بدايات السورة اللي نزلت في القرآن الله عز وجل يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل يبقى الإنسان من أول ما يتولد لحد ما يموت القسين دولت بينهم ليبلوكم أيكم أحسن عمل وهو العزيز الغفور جاب صفتين نادرا ما يأتوا مع بعض في القرآن الكريم عزيز وغفور دايما غفور رحيم عزيز حكيم إنما عزيز غفور نادرا ما تجتمع مع بعضها في القرآن دا للدلالة على أن حياة الإنسان كلها ابتلاء فلازم بقى نحط قاعدة مهمة جدا علشان نمشي عليها في الفكرة دي مع بعض إن كل إنسان مبتلة كل إنسان مبتلة وحنفهم بقى الحكمة في ابتلاء الأنبياء كمان يعني زي ما هتكلم عن أعظم الناس ابتلاء الأنبياء طيب نفهم إزاي ابتلاء سيدنا سليمان سيدنا سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب وربنا أرسل معه الطيرة والجبال والجن والريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص ويعملون له ما يشاء من محاريبة وتماثيلة وجفاء حاجة يعني فوق الخيال يعني الإنسان لما يجي يعمل خيال علمي ويعمل بقى زي ما بنشوف بعض الأفلام اللي بتعتمد على تسخير قوة طبيعة ومش عارف إيه لا ده ده إعجاز الكرآن في وصفه أصلا فيه نوع من أنواع الروعة والريح تحمل سيدنا سليمان عاوز يسافر يقوم يركب الرياح ويطير في الهواء وعاوز يابني قصر يقوم الجن يابني له القصر وعاوز يعمل تماثيل يعملونه تماثيل وكل حاجة هو نفسه فيها ويفهم لغة الطير والحيوانات والحشرات ويتكلم مع النملة والهدهد حاجة يعني في منتهى الروعة كيف نفهم أن هذا ابتلاء يبقى لازم نفهم أن الغني فيه ابتلاء والفقير فيه ابتلاء والصحيح فيه ابتلاء والمريض فيه ابتلاء واللي حياته متوسطة فيه ابتلاء فكلنا نسير في ابتلاء كل فيه مكاني وموقعه طيب إزاي بقى الإنسان جاء إلى هذه الحياة الدنيا في ابتلاء حتى يعلم الله عز وجل أو يثبت على الإنسان هو أنت بتحب ربنا وتلتزم بمنهج ربنا ولا لا ده مش ممكن يحصل إلا باختبار ما هي دي بقى العلاقة اللي عايزين نفهمها يعني ربنا قالوا ما خلقت الجنة والإنس قالوا ليعبدون صحيح وقال لنا وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات ليبلوكم فيما أتاكم العلاقة بين الابتلاء ومعرفة الله العلاقة ما بين الابتلاء ومعرفة الله عز وجل علاقة وطيضة اللي اتنين ملتصقين ببعض التصاقا تاما إزاي بقى الإنسان لما ربنا يدي له المال ربنا سبحانه وتعالى بيّن له وضع شريعة الإنسان يمشى عليها في انفاق المال واكتساب المال ولا لا أيها طيب يبقى هو الآن في موضع اختبار هل سيسير وفق مراد الله يبقى هنا بقى أصبح عبد لله سبحانه وتعالى يبقى التصرف في هذا الاختبار والامتحان وفق القواعد التي وضعها الله سبحانه وتعالى طيب لو هو عنده مال أو صحة ولم يتصرف وفق مراد الله ما بقاش يعني يصرف المال في الحلال وما بقاش يستخدم صحته وقوته في الحلال أو علمه في الحلال يبقى هو مشى في هذا الابتلاء وأصبح عاصيا لله يعني الإنسان سواء ما ربنا بيقوله ونبني لكم بالشر والخير فتنة ولينا ترجعون يعني الابتلاء مش بس شر لا ممكن يكون فلوس ممكن يكون وظيفة مرموقة جدا ممكن تكون مكانة عالية بين الناس ممكن تكون قوة بدنية ممكن يكون الذكاء خارق ممكن يكون فقر ممكن يكون مرض ممكن يكون اكتئاب ممكن تكون مصائب متتالية متتابعة فكلنا في حالة اختبار طوال الوقت طول الوقت بنتسئل طول الوقت بنتسئل لأول ما تتقفل ورقة الامتحان لاحظ الدخول الايه؟ القبر أو خرج الروح بس دفت ولكن احنا دلوقت قاعدين في الامتحان الآن احنا في امتحان فتصرفي الآن وفق مراد الله يبقى أنا بتصرف في هذا الابتلاء بطاعة ربنا سبحانه وتعالى طب أنا لو خلفت يبقى عصيت ربنا سبحانه وتعالى فالابتلاء والعبادة قرينان أنا بسير في هذا الابتلاء بعبادة ربنا سبحانه وتعالى وإحنا كررنا الحديث ده مرارا وتكرارا ونعيده تاني عجبا لأمر المؤمن إن أمره له كله خير وليس ذلك إلا المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خير الله وإن أصابته دراء صبر فكان خير الله وليس ذلك إلا للمؤمن يبقى هو بيسير في هذا الطريق وفق مراد الله نروح بقى لدراجات الابتلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل واختام الحديث يبتلى الرجل على حسب الدين يعني إيه على حسب الدين على قدر الدين كل ما الإنسان يكون عنده زي ما نقول كده إحنا لما بنجي نعمل اختبار يعني النهاردة كان آخر يوم في امتحانات الثانوية ربنا يرزق كل الطلاب ما يتمنون ويفرح كل الآباء والأمهات ويسعد قلبهم وحتى اللي هيجيب مجموع أليه اللي ربنا يرضيه به ويباركله فيه ويبقى سر سعادته في الحياة اللهم أمين لما بنعمل اختبار يعني أنا كنت أحيانا بحط اختبارات للطلاب فيجينا الورقة اللي فيها معايير الاختبار يقولك أنت مثلا هتعمل أسئلة صحة وغلط واختيار من متعدد وسؤال مقالي والسؤال ده عليه كم درجة والسؤال ده عليه كم درجة ودرجة صعوبة الأسئلة علشان نقدر نميز ما بين الناس فيقولك فيه سؤال للطالب المتميز أو المتفوق دايماً بيكون عامل إزاي السؤال ده صعب بيكون صعب طيب إحنا كبشر ربنا هدانا لهذه الفكرة إن إحنا بنحط سؤال للطالب الضعيف يعني فيه طلبة كده أول ما يمسك الامتحاني يقولك السؤال ده لازمته إيه لا حبيبي ده مش معمول لك أصلا ده معمول للطالب تاني مستوى إيه عشان نعديه آه ضعيف يعدي وفيه سؤال للطالب المتوسط هيبقى صعب على مين على الطالب الضعيف وسهل بالنسبة لمن المتميز وفيه سؤال للطالب المتميز الطالب الضعيف مش هيحله مستحالة والطالب المتوسط هيبقى صعب عليه إنما الطالب المتميز هيبقى سهل بالنسبة له كذلك الابتلاء في الحياة فيه ابتلاء للطالب الضعيف لأنه لو ابتلب أعظم من كده يكفر يخرج عن الدين وفيه ابتلاء للطالب المتوسط وفيه ابتلاء للطالب المتميز وده بقى نفهم منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما يبتل المرء على قدر إيه ديني فإن كان في دينه صلابة قوي زيد له في الابتلاء وزيد له في الابتلاء مش معناه أنه يمرض وأنه يحصل له مصايب وأنه يخسر فلوسه لا ده ممكن يجيله فلوس كتير جدا عندنا سيدنا عبد الرحمن بن عوف كانوا بيقسموا الدهب بتاعه بالكريك كده ثروة ضخمة جدا وسيدنا عثمان بن عفان كان يملك المال كثير وسيدنا أبو هريرة كان بيغم عليه من شدة الجوع دولة صحابة النبي الجيل الأول الرعيل الأول فإحنا عندنا المؤمن ممكن يكون شديد الثراء وهو في اتلاء ده الابتلاء بتاعه وممكن يكون شديد الفقر وده الابتلاء بتاعه ممكن يكون قوي البنيان ممكن يكون ضعيف البنيان فدايما نركز على فكرة أن الابتلاء ليس فقط بالمصائب وعدم التوفيق والمرض لا الابتلاء ممكن يكون بحياة هدية لسه أقول حالة أنه ممكن أنه أنت مفيش أي حاجة بتحصل لك فالفراغ اللي عندك ده بتلاقي في حد زيته لا مش كمان الفراغ حياة هدية روتينية كده ماشية ما عندوش حاجات واو كده في حياته وحاجات مبهجة قوي بس في نفس الوقت ما عندوش مشاكل وعرقيل فده مستوى جميل ابتلاءه إيه بقى ده بيقول ابتلاءه بقى أنه هل هو يعني يشكر هذه الحالة ولا حيتصرف إزاي كل واحد محطوط في مكان هو في ابتلاء واختبار هل نتكلم على موضوع الشكر لأنه هو مؤكرون جدا بالابتلاء بس معنا تليفون أم محمد السلام عليكم وعليكم السلام يا أم محمد إزاي حضرتك الحمد لله فضلي ممكن أكلم حضرت الشكر مع حضرتك يا أم محمد فضلي هو أولا أنا كلمتك قبل كده يعني سأمش عارف حضرتك فاكرني ولا لأ الجزء يعني مش بيديني مصريف وكده وعايش مع ضررتك في نفس البيت فيه احتراجات خاصة ليا أنا ممكن يعني يكون مثلا عايز حاجة ليا عايز مثلا أشتري لمواغذ يعني يعني حاجات لبيتي هو أنا عادة هي في نفس البيت بناكل ونشرب مع بعضنا ومصريف واحدة بس أكيد يعني لي مصريف خاصة بي أنا عايزها مثلا أشتري صابون أشتري حاجات أشتري مسحوق غتيل كده يعني تمام فهو مؤثر معي في الموضوع دي ده تمام بتاع الفواتير وبتاع الميا ولا حاجة أدفع الفلوسه لما يجي جزء أقول له مثلا أنا دفعت كذا الدهاني طب خلاص مش إتي دفعتها خلاص طب أنا عايزة فلوسي طب أنا عايزة أجيب بها حاجة أنت مش بتديني أجيب حاجة خلاص أنا عايزة جيب يقول لي ماشي السعاد دهارك ومش بيد دهاني تمام في نفس الوقت برضو لو أخذ يعني هي حاجات أصلا هايزة بس هو مش بيعمل بيها أنا عيانة يعني ربنا ما أعمر ليش بالخيل فمتجوزها بقى لخمستاشر سنة وربنا ما أعمر ليش يتكلم بس دلوقتي أنا كلمت دكتور عن حالتي قال لي حالتي جديدة يعني أنت عندك دهوقتي 34 سنة يوم ما تكملي 36 سنة هيحصل لك مضاعفات أول حاجة يبقى عندك مرض السكر ثاني حاجة هيحصل لك أو ربخة بس في الرحل فأنا بقول له عايزة أكشف وعايزة أعمل العملية اللي عندي دي دي عشان ما وصلش للمرحلة دي بقول لي لما نيجي 36 سنة بقى يحلها ربنا يعني أنا يما يحصل ل الحاجات دي بس حضرتك مش بتشتغلي ما عندكش أي مصدر دخل غير أن أهلك ممكن أن يساعدوك لبعض الوقت بقى الشيخ إحنا نسفل لحين ما عندنشنا شغل ولا مشغلة ولا واحدة تطلع تشتغل ولا أي حاجة من دي فأنا برضو بشتغل معه في الغيط وطلع عني معه في الغيط وأولاد وكل حاجة ومراته التانية يعني ربنا يهديها وربنا يشفيها من اللي هي فيه فبرضو مستيباني في حالي طب أمم حمد حبيعتي سؤالك إيه بالضبط يا محمد ربنا طبعا يعني أنك على ابتلاءنا أنا عايزة أقول لحضرتك اللي أنا بعمله عشان أقصل للسؤال سؤالي دي الوقت إن هو مثلا فتح عنده محل مواد المباني والحجاة ينفع إن أنا أخذ من وراه وحوش يعني حتى أعمل ثمن العملية دي دي طيب هنجاوب حضرتك حاضر طيب يا محمد شكرا يا محمد طيب معينا ماريو أستاذة ماريو خلاص وعليكم وعليكم السلام فضالي أنا بتقالي أن أستاذ ليس إن أنا دايما فيه ناس من أهلي ودايما بتأذيني وتتكلم عني كلام سيء ودايما أنا من سعب أزئيتهم إيه بحاولت كذا مرة الانتحار دايما ده من أهلك اللي هو باباكي ومامتك وإخواتك ولا من أهلك اللي هم قريبك اللي هم قريبك قريبك آه بتكلموا عني الكلام سيء يعني إيه مستوى الكلام السيء مستوى لا ياريت أنا كنت مخطوبة ويعني ما حصارش نصيب بحث إنهم دايما حاطيني إن الخطوبة دي عقبة أو حاجة أو زنب أنا افتكبته وأنا ماليه زنب فيه إن أنت فزختي الخطوبة يعني شايفين إن ده زنب ولا إيه مش فهمك ما حصارش نصيب بها يعني هما بيغلطوك يعني إن أنت فزختي الخطوبة تقصدي نا مش كده هما دايما تعريباً إن فزخة الخطوبة بسبب إن زنوب بتعميلها مثلاً مثلاً بسبب الشيخ عبدو بيستألك يعني أنت بيقولوا مثلاً إنك عندك زنوب أو أنت إنسانة مش كويسة فعشان كده خطيبك سابك مثلاً بيقولوا دايماً إن أنا بيقاب نوع الشيخة أو إن أنا أو بيطالوا علاقش عب بحاجات مش موجودة أنا بسببهم حاصل انتحار أكتر من المر انتحار مرة واحدة يا مريم أنا بس بسألك يا مريم علشان أحياناً إحنا بيكون عندنا حساسية زيادة شوية يعني أنا عاوز أعرف إيه اللي بيتقال مثلاً هل اتهم في العرض دي حاجة كبيرة قوي أيو نعم؟ أيو آه طيب وأهلك بقى بواكي ومامتك فين من الحوار ده؟ آه أهلي دائماً بيبقى فين جندي هم ودايماً شايفين إن أنا مش المفروض إن أسمع الكلام ده أنا مش بعيدة عن ربنا أنا بالعكس أنا محافظة عصراتي ودايماً نرعيبة من ربنا بس معاني منهم كتير جداً أنا بعاني أكتر من ثلاث سنين بعاني منهم طب معد إذنك يا مريم كتا عايزة أستألك بس على درجة القرابة يعني خالات عمات ولاد خالة يعني نعرف شوية معلومات عن درجة القرابة بعد إذنك؟ يعني ممكن يبقوا الخالة مرات الخال غير كده ممكن يقزوا برضو بالأصحاب يعني الكلام بيوصلك إزاي يا مريم؟ يعني بيتقللي يعني هو مش بيقللي في وشك؟ أيوة تماما طب فكرة إن إنتي تقللي تعاملك معاهم خلال السنين زي أو إن يبقى في موقف من والدك ووالدتك ده ما حصلش؟ حصل بس الكلام برضو بيأزيني أنا نفسياً يعني حتى لو جي شخص يحاول مثلاً يتقدم لي يبتدوا يبتسطو بالشخص يبتدوا يقول له عني كلام سيء جداً وعن أهلي لا ده دي بقى دي ده ده سوق أخلاق عالي جداً يعني دي أزية يعني أزية مباشرة أه تعمد الإذاء أه تعمد الإذاء طب برضو مفهمتش موقف والدك ووالدتك مهم أكيد عارفين الكلام ده بالتفصيل ممكن تكون في مشاكل عائلية يعني نسمع منها إيه مشاكل عائلية ما بينهم مقطعينهم مثلاً؟ أيوه هما من ساعة ما ابتدى يحصل موضوع ده هما مقطعينهم تماماً يعني من قولنا ابتدوا يتهموني ويبتعل عليا كانوا يبتدوا يعرفوا ده هما ابتدوا يقطعوهم تماماً طيب بصي ماريم يعني طبعاً الشيخ عبدو هييرد عليكي بس هي الفكرة دلوقتي لو طالما وصلنا لمرحلة الأطيعة فهي الفكرة ابتدى يبقى فيه شر على أقل تفصلي نفسك عنهم هيا الفكرة أن أنت يعني إيه ما توصليش أبداً نفسك لأنك تتأثري منهم بشكل أن يخرجك عن النهاية دي بقت حياتك أو أن أنت تفكري بتفكيرت ما بتقولي في الانتحار أو كده فأنت الحمد لله أن فيه أزايا بتدى يتحطي لها حد إزاي بقت تعايشي مع الفكرة دي أو تعملي عشان تحصني نفسك لو عامين أسحار أو كده هنعرف من الشيخ عبدو وتسمعي ردو إن شاء الله بس كان معنا السؤال الأول أمل سؤال مريم ونرجع لأم محمد طيب ما فيش مشكلة خاصة أنا بوجه يعني كلام المريم أولاً الإنسان لما يوصل لمرحلة أن فيه حد من بره بيأزي بالكلام أو بالفعل ويكون هو عاوز ينهي حياته يعني إحنا فيه حد بيأزيني فأنا عاوز أنهي حياتي آه بالضبط هي دا تفكيرها تصرف مش منطقي يعني المفروض أنا فيه حد بيأزيني فالمفروض أدافع عن نفسي أوأزيه زي ما أزاني يعني وإن عاقبتهم في عاقبه بمثل ما عاقبتهم به إنما هو بيأزيني فأنا حأزي نفسي عشان هو بيأزيني هروب هو بيبقى هروب دا اسمه بقى ضعف نفسي دايماً كانوا بيشبهوا الموضوع دا بعلبة الكنز علبة الكنز لو جبناه هي مليانة وقعدنا نضغط عليها بكل قوتنا مش حصلها أي حاجة حتى لو طبقت حتة صغيرة كده بعد ما نرفع أيدينا هترجع زي ما هي طيب لو هي قلبة الكنز فاضية بصباعي كده هعملها هتطبقها أسمها نصين فبيقولوا هنا إن الإنسان لو عنده ثقة بالنفس وقوة داخلية هيقدر يواجه كل الضغوط الخارجية طيب لو الضغوط الخارجية بتأثر فيه وبتضغط عليه يبقى هو ضعيف نفسياً الخطوة الأولى إن هي تعالج الضعف النفس اللي عندها بتبقى قوية الكلام ده مايأثرش فيها طالما هي ماشية صح طالما هي بتعود ربنا سبحانه وتعالى طالما هي مش بتعمل حاجة غلط يبقى هم اللي غلط يبقى لو هو غلط مايأثرش فيها ده رقم واحد ده رقم اتنين ماينفعش أكون بتأذى من حد وأسكت وأنا بتضر نفسياً أسكت لو أنا قادر إن أنا أتحمل إن أنا بتجاهل إن أنا شايف إن هو حاجة مش مهمة ساعتها مفيش مشكلة أسكت وحسابنا عند ربنا سبحانه وتعالى إنما لو إنسان بيتأذى للدرجة اللي تخليه بيفكر في الانتحار أو مش عارف ينام كويس أو بتقعد تكتائب وتعاية مع نفسها لازم تاخد رد فعل لا يحب الله الجهرى بالسوء من القول إلا من ظلم فالإنسان يدافع عن نفسه يدافع عن نفسه بالكلمة يدافع عن نفسه بالموقف يدافع عن نفسه حتى لو وصل الأمر إلى القضاء فيه ناس بيزوها وبيقولوا عليها كلام سيء لو أثبتت ذلك تروح للقاضي تبدأ إحنا قريب هم مرعوش القرابة هم مرعوش القرابة يبقى لو في حد في العيلة كبير يقعدهم ويلزمهم بالإحترام والسكور هي واضح إن فيه تفاصيل إنه في النهاية المعلومة اللي تقالت في الآخر إن والدها والدتها مقطعينهم فدا مؤخراً آه، دي بتحصل في العائلات كتير بيبقى ناس زي ما بيقولوا كده من نفسينين من بعض شايرين من بعض هم قطعوهم بعد ما هو عملوا كده معاها وأكيد فيه تفاصيل أخرى كتيرة بالضبط كده بين العائلتين ولكن إحنا بنتكلم على رسالتنا المريم إنها تبقى قوية إن هي تحصل نفسها كويس نفسياً دي مهمة جداً بالضبط ولما حد يأزيها ما تأزيش هي نفسها هو ده موضوعنا النهاردة يا مريم الإبتلاء إن فكرة إزاي إن إحنا نحضر نفسنا للإبتلاء من قبل ما يقع طب فرضاً إن هو الإبتلاء يعني حطينا فيه ولسه مش محصنين نفسنا معنى إن ده إنذار ابتدي لأن إنت على فكرة ده مش تشاؤم دي وقعية هتتعرضي الإبتلاءات أكتر وأكتر فالدرس ده ما ينفعش يبقى بدايته إن إحنا نهرب لا إحنا إزاي نواجه والنهاردة حلقتنا إبتلاء في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ده اللي بيعلمنا إزاي بقى نتعلم لما نتعرض للإبتلاءات زي كده فتضيب النسبة لسؤال مريم وبعدين لو فيه تفاصيل ممكن تلجأي يعني فيه مكاتب استشارية من مشايخ وفيه دار الإفتة ممكن تحكي لهم بتفاصيل أكيد أنت ما ذكرتش برضو كل حاجة نوجي رسالة طبعاً لقرائبها يمكن أن يسمعونا أو توصلهم الرسالة أو أي حد بيعمل الموقف ده لازم نعرف إن ظلم الإنسان شديد لو ظلمه بالكلمة أو قال عنه كلمة أو جرح مشاعره أو أخذ ماله أو هاتك عرضه أو سفك دمه ده في الإسلام كبير جداً النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام ما ينفع تئذي أخوك المسلم بأي درجة من درجات الإيذاء هو محرم عليك محرم عليك عرضه وماله ودمه وكرامته ده الرسول بيقولك بحسب امرئ من الشر أن يحقره يعني أنت لو بسط له نظرة احتقار فده إثم عظيم يكفيك لده قول النار هي هي الجزئة اللي قالتها بس عشان قبل ما نطلع فاصل فكرة إن لو فيه سحر معمول لها أو عمل أو هم أزينها للدرجة دي يعني هم خلاص بها دلوقتي مثلاً عنها ده الكلام اللي هي بتقول عارف التبايد عنه لكن أصارهم بقى موجود نعمين عمل أو سهل دات الجائفين هو الإنسان ممكن يعالج نفسه بنفسه لو عنده القدرة الإيمانية أول حاجة يلتزم العبادات التزاماً حرفياً الصلاة في أوقاتها صلاة الفجر الأذكار الصباح والمساء قراءة البقرة النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أخذها بركة أخذها يعني حفظها والعمل بها وفي تركها حسرة ولا يستطيعها البطلة لهم السحرة الإنسان إذا داوم على سورة البقرة وعلى الرقية الشرعية نقرأها على ماء ونشرب من هذا الماء ونغتسل إن شاء الله مع الوقت ينتهي كل شيء إنسان ضعيف في بعض المشايخ بيرقوا والرقية يعني موجودة لها تأصيل شرعي وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وجات له امرأة بابنها يسرع فرقاه النبي صلى الله عليه وسلم وشوفي وأهدت النبي هدية فالأمر شرعاً ما فيش أي مشكلة خالص طيب بياء الخلاصة يا مارين في الشقين إن أنت أولاً تأخذي بالأسباب إن أنت لو حد جاه ناحيتك تبقي بقوة وتحصني نفسك وتتكلمي مع أهلك إن أنا مش هسكت على الفعل دا دي هتبقى يعني سكة تانية خالص نظرة تانية للموقف علشان تقدري تعملي دا التزمي على قل بصورة البقرة دي كبداية دي اللي تملكيها دلوقتي والأسكار والذكر لا إلهي إن الله بيحصن جداً وإن أنت ممكن تلجأي للشيخ يعمل لك الرقيا الشرعية بأنت كده أخذتي بالأسباب وكنك اتصلتي أصلاً دي حاجة كبيرة وجميلة إن أنت عايزة ربنا يساعدك وعايزة المدد هنطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل أهلاً وسهلاً بحضرتكو هنكمل سؤال أم محمد كانت بتشتكي إن هو جوزها مش بيصرف عليها والدرجة إن فيها عملية ممكن هيحصل لها مضاعفات لو استنت سنتين كمان فقالها لما ييجي السنتين والمصاريف البسيطة هو مش بيصرف هي بتسأل تقدر تاخد من وراء من محل بتاعه فلوس إنها تقضي بها احتياجاتها الأساسية وتامل العملية هو أولاً بنقول لهم محمد ما تدفعيش حاجة في البيت من أي فلوس معاك جاب بتاع الكهرباء جاب بتاع الميا أنت معاك 100 جنيه ولا 200 جنيه خليهم معاك وقول له عد علينا بكرة أو عد علينا لما يبقى موجود أو تخلي جوزها يروح يدفع في شركة الكهرباء أو الميا خلاص هي حفظة على فلوسها معاك ما تحتجت لأيها موجودة رقم اثنين قصة أخذ المرأة من مال زوجها دون إذنه هي في الإسلام لا يجوز ولكن في حالة محددة هند بنت عطبة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وبخيل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالحلال يعني الاحتياجات الأساسية ما فيش رفاهيات طالما فيه أكله وشربه ولبسه الاحتياجات الأساسية المتوفرة ما منفعش ناخد دون إذنه هو بخيل ودي صفة ذميمة والنفق على الأولاد والأهل من أعظم النفقات وبياخد عليها حسنات بس هو بخيل إنما بقى فلوس عملية ده أمر ضروري جدا خصوصا إن هي حيحصل لها مضاعفات حاجات نضافة البيت والحاجات دي أمر ضروري جدا فيجوز لها أن تأخذ بالمعروف ما تزودش طيب هي دلوقتي هو عنده محل فهي هتحاول توفر تمن العملية من المحل ده إحنا برضو بنقول للست لما تيجي تتصرف تتصرف بحكمة لما حضرتك تجمع الفلوس حتقول لهم جبتها منين وفلوس عملية ده مبلغ كبير ده مبلغ كبير وممكن ما يكونش كبير بس بالنسبة له كبير ممكن يكون خمس ستة لاف جنيه اللي هي تعرف تاخده من محل يعني مش على مدر السنة ممكن يحصل يعني فده لازم برضو الست تبقى فهمة إنه هو طب حتقول له أخويا مثلا اللي دفع للفلوس العملية ممكن الستة هي بتاخد من وراء جزها ما يكفيها وولدها بالحلال يعني احنا بنقول بالمعروف والشرعة أباحة لها ذلك وبالصدق علشان محدش يقول لا أصدقى ده برضو بالنسبة لي أساسيات وهي مش أساسيات مثلا فهي ممكن تتهم بالسرق أيوة طبعا فالموضوع فيه مخاطرة فاحنا بنقول لها طبعما هذه من الضروريات تصرفي فيها بحكمة وتبقى عندها وعي تبقى أمرها علشان تعالج نفسها وتاخد احتياجاتها في أضيق الحدود علشان ما تتحطش في موقف صعب جدا وربنا سبحانه وتعالى يسترها ويهدي زئجها والله ربنا اللي خليه حط مراته في الوضع ده وتتصل بالبتنامج وأكتر من مرة وعشان تسأل أنا كده بأعمل حاجة غلط وأخد فلوس أسرق جوزي ولا مسرق مايفناش شبهة مش بسيط صحيح ربنا يا عفينا يا رب نرجع لهوية دي ابتلاقات سألنا عايزين نتكلم عن الابتلاق في حياة الرسول عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم ابتلي من قبل الولادة حتى لحظة الوفاة طيب أنا عاوز بقى أقول للناس إن الرسول كان في حياته ابتلاق يجمع كل ألوان الابتلاق اللي حصلت لنا تعال بقى نعدهم مع بعض أول حاجة مات أبوه قبل أن يراه وده بيخلي الإنسان عنده دايما شوق زي ما ما كانش فيه فيديو ولا صور إنه حتى يقعد يعني يراجع بعض الذكريات مفيش وبعدين كبر شوية فماتت أمه في سن السادسة ودفنها بإيده أمه أيمن والرسول كانوا بيحفروا في الأبواء والرسول قاعد يعيط وخد أمه وحطها في المكان ده وقفل عليها وكان نفسي أخدها مع مكة بس وكانش ينفع وظل هذا الأمر عالق في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجاوز الستين فمرة معد على الأبواء وقف في الجيش وماشى في الصحراء لقى قبر أمه وقف قعد يبكي صحابة جم فبكوا لبكاء النبي فسيدنا عمر بيقول له يعني الرسول بيقول له أتدري لماذا أبكي يا عمر؟ قال بأبي أنت وأمي والله ما أدري ما يبكيك يا رسول الله قال هذا قبر أمي أخذتني بها شفقة فبكيت وبعدين يكبر يروح في كنف الجد وكان عبد المطالب يعني رجل عظيم الأخلاق يعني مش أي جد بقى حنون حكيم كريم سيد قومه فكان يعني مرتبط به النبي صلى الله عليه وسلم ارتباط وثيق ثم يموت الجد بعدها بسنتين يبقى فراقل إيه؟ الأحباب وبعدين يشتغل شغلانة شقة جداً وهي رعي الغنم ويطلع من رعي الغنم للتجارة لحد ما يوصل 25 سنة وتأخر به سن الزواج العرب يتجاوزوا في الوقت ده 14 سنة 15 سنة 16 سنة ده السن الطبيعي للزواج ما يوصلش للعشرين ما يوصلش للخمسة وعشرين ده كده في عرف العرب في الوقت ده تأخر به سن الزواج كتير اللي قده كان معهم أطفال عندهم عشر سنين ايه وحتى السيدة نفيسة لما جات له يعني تقول له يعني إلى متى تظل في هذه الحالة دون زوجة فيقوله أن لي بمؤناة الزواج هجيب فلوس للجواز منين فشاب معهش فلوس فيتزوج السيدة خديجة من هو عنده خمسة وعشرين سنة لأربعين سنة كأنه مدير بنك مدير عام كده مجموعة اقتصادية كبيرة جدا فلوس كتير تحت إيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الفترة دي يبتلى بموت القاسم عبد الله فراق الأبناء فراق الأبناء يعني شفنا فراق الأب مدرب أنواع الفاقد كلها آه فراق الأب والأم والجد والأبناء وبعدين لما تيجي الرسالة تتطلق بنتي النبي صلى الله عليه وسلم السيدة رقية والسيدة أم كلثوم شوف يعني كل التفاصيل دي أي حد عنده مشكلة يقعد دلوقتي يقول هي حصلت للرسولة لا لا وبعدين تأتي الرسالة فيحصل صراع مع الأقارب أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم ويمعن في إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم بكل أدوات الإيذاء تشهير يعني أنه يتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم كلام سيء المضايقات التجارة وبعدين يتحبس وحبسم الزي بتاعنا دلوقت ده محبوس هو وزوجته وبناته صلى الله عليه وسلم وأريبه واللي بيحبوه حتى أنهم لا يجدون الطعام ده ثلاث سنين ثلاث سنين وكان الناس من خارج الشعب يسمعون صياح النساء والأطفال والرسول يأكل أوراق الشجر علشان يعيش فأنت لو حصل لك اتحبست ظلماً فشوف الرسول صلى الله عليه وسلم بعدين محاولات قتل مستمرة إهانة لحد عظيم زي النبي صلى الله عليه وسلم لما يروح الطائف ويقذفوه بالحجارة وتدمى قدمه حتى إنه لما السيدة عائشة بتسأله أصعب يوم في حياته قال يوم أن خرجت هائماً على وجهي من الطائف فلم أستفق إلا في قرن الثعالب الرسول ما كان شدريان بالحواليه من شدة الهم صلى الله عليه وسلم ويفقد زوجته شوف بقى أدوات الفقد كلها بتكتمع ويفقد زوجته السيدة خديجة وعمه السند اللي اتنين في عام إيه عام واحد ويهاجر إلى المدينة فيوضع له السم في الطعام ولبيد بن الأعصم اليهودي ساحر يسحر النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه ناس كتير جداً وابتلت بالسحر فسحر النبي صلى الله عليه وسلم ومرض مرضاً شديداً حتى أنه كان يوعكو كما يوعكو الرجلان ومش بس كده ده تكلمه في عرض زوجته السيدة عائشة رضي الله عنه حادثة الإفك الشهيرة ونزلت سورة الكرآن تبرق السيدة عائشة وفقد أصحابه اللي حواليه وبناته كانوا بيموتوا وأحفاده سبحان الله سبحان من صبر النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله اللهم إنا نحب رسول الله فأحبنا اللهم اجمعنا بها على خير ده كل ده هو ابتلاء الرسالة أصلاً ده ابتلاء تاني بقى ده ده إيه ده ويقولك كده في أهل السير في كتب الشمائل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بساماً كان شديد الابتسام ووجهه يعني مضيء كالقمر ويمرض ويحم تصوب الحم الشديدة ومعه مش فلوس رغم أن الرسول ما كانش فقير بس ما كانش بيخلي معاه أي فلوس صلى الله عليه وسلم ويموت ودرعه مرهونة عند اليهودي عليه دين احنا فين النبي صلى الله عليه وسلم احنا فين لما الناس تقول هو أنا عملت ايه علشان ربنا يعمل معايا كده والكلمات يحسب عليها أمام الله تب شوف اوزن نفسك على ميزان النبي صلى الله عليه وسلم ما هو بيتقال أن ده نبي ليه كدرات خاصة احنا بشر عزيين احنا بقى حصل لنا ايه من اللي حصل للرسول عشان احنا بشر عزيين عشان مهما حصل لنا من مصائب احنا بنقول أن الرسول اجتمعت عليه كل ألوان الفقد الأب والأم والجد والعم والزوجة والابن والابنة والأصحاب ممكن يفقد مين تاني؟ والأحفاد هي رحلة الفقد المغزى منها بتوصل دايما للتوحيد يا شيخ عبدو لو مش هنا في طريق ده صح هو دايما الإنسان يعني مهما تملك فسيفقد ما بيدركش معنى أننا هلجأ للا إله إلا الله غير لما بفقد حاجة غالية عندي قوي لأن التعلق بيحصل إحلال وتبديل صحيح صحيح وعشان كده دايما كنا بنقول في حلقات أسماء الله وصفاته والرسول والسلام حلقات رسيلة النبوية نموذج التطبيق لأسماء الله وصفاته نحن لازم نستعين نحن مش هتعرف لو عندنا كل حاجة وما بنفقدش حاجة هتستعين ليه وحتعرف تلجأ لربنا ليه أصنا ربنا بيقول بقى الذين إذا أصابتهم مصيبة إيه قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهَ رَاجِعُونَ هو ليه بيقول إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهَ رَاجِعُونَ لأن ده المعنى السليم إن مهما أنا تملكت ومهما كبرت ومهما صاحبت وعاشرت ده كله إلى زوال فالحقيقة رجعين ربنا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهَ رَاجِعُونَ فده ما يأثقه حزعل وححزن وحبكي وحدايق بس ده الطبيعي ده الطبيعي يعني لازم أبعارف في الدنيا أنا حخصر المال وإصحاب طبعتها إيه بالذبت أي دي طبعتها وربنا أيلهننا هبلوكم بنقص كذا وكذا وكذا فذي قواعد الموضوع واضح وصريح بالظبت ما فيوش حاجة مفاجئ بس إحنا نسح أحيانا بنبقى يعني إيه مش حبين ده مش مستعدين ده لذلك الصحابة لما فقدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم فقد لما سيدنا أبو بكر الصديق قرأ عليهم الكرآن وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلْ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَذُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْجْزِلْ لَهُ الشَّاكِرِينَ سيدنا عمر بيقول وَكَإِنِّي أَوْل مَرَّة أسمعها ما سمعوا إنك ميتون إنهم لميتون ده كرآن قرأه النبي عليه محافظ الكرآن النبي صلى الله عليه وسلم بس مش متخيل إننا ده ممكن يحصل أو إن إحنا هموت قبل الرسول صلى الله عليه وسلم لما بنعيش في الحاجة ونجربها غير لما نسمع مش حابين ده يحصل فعقلنا ما قبلش الفكرة رفض الفكرة فلازم الإنسان بقى يعني أكتر فكرة تفوقه في الوقت ده إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجُمْ يعرف حقيقة الدنيا الإدراك ده مهم جدا ربنا إذا حب عبد ابتلاه المفهوم ده عايزين نفهمه كويس قوي لإن كتير كانت فيه ناس مثلا بتبعت يعني قبل كده في الاستفسارات هو أنا يعني أحب ربنا فيعذبني هل ده المقابل لحبي ليه لا يا العكس على فكرة إحنا مش على قدر حب لله ربنا بيبتليني ده على قدر حب ربنا ليه بيبتليني أيها المفهوم البشري اللي بيحب حد بيبقى حنين عليه ما بتتفهمش ده يبتليني ويمردني ده مع خلي بالنا إحنا كلمة ابتليني ويمردني ما ينفعش تيجي مع بعضها لأن إحنا قولنا إيه الابتلاء ممكن يكون بالخير ممكن يكون بالإيه بالشر وهو ما فيش شر بصراحة لا ما هو ربنا قال كده وانا بلوكم بالخير والشر فتنة لكن ما هي دي عايزة أفهمها هو فالنهاية اللي ربنا بيعملهم الشر شر بمفهوم الإنسان أيها وقال على الموت مصيبة فأصابتكم مصيبة الموت تمام والرسول كان بيدعي واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فدي مهمة أوي مفهوم إن معنا الشر هنا مش إن ربنا بيعمل لنا شر ده بمفهومنا إحنا عن الشر هو شر صحيح صحيح تمام الإنسان بقى لازم يبقى مدرك إن لو ربنا بيحبني ممكن يديني مال كتير جدا فأنفقه في سبيل الله فأدخل الجنة في أعلى درجات ليه؟ لأن ده ربنا ابتلاني فأنا شكرت وربنا بيحبيني جدا فيبتليني بمشاكل كتيرة جدا فأصبر فأدخل الجنة وليس للصبر جزاء إلا الجنة بإحنا لازم ندرك إن مفهوم الإبتلاء وإن كل واحد في هذه الدنيا مبتلة اللي عنده أولاد مبتلة واللي عنده أولاد صالحين مبتلة واللي عنده أولاد سيئين أو بهم عقوق مبتلة واللي معاه فلوس مبتلة والفقير مبتلة كلنا في ابتلاء عندي سؤال هنا طب ربنا إذا أحب عبد ابتلاء لو ما حبش عبد ما يبتلهوش؟ ما هو بيبقى خلاص هو أصلا مبتلة يعني هو نفسه سبحان الله يعني نسأل الله أن يكون الابتلاء في أمور الدنيا ليس في بغض الله سبحانه وتعالى يعني هو كده أصلا خرج من رحمة ربنا سبحانه وتعالى اللي هي فعلا السماء سنستدرجهم من حيث لا يعلم سنستدرجهم من حيث لا يعلم لو خلاص خدوا الدنيا وما فيها هو أصلا مبتلة يعني هو ده ابتلاء عظيم وخلاص بقى نهايته سيئة ده تساب اتراك لو ما أنهما عن ربهم يوم إذن لما حجبون ممكن حاجبت صلح للآية لو صورة المطفق أنهما يبقوا ربنا حجبهم عنه ده أصعب درس أو أصعب جزاء بقى مش ابتلاء أصعب جزاء الإنسان يتحط فيه ربنا يحجبوا عنه ما يبتلهوش هو ممكن تكون بترد على فكرة إذا أحب الله عبدالتلا الآية ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم معذابكم ده في الآخرة في الدنيا هي در ابتلاء احنا ممكن نلاقي واحد مؤمن جدا وثري جدا 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 ونلاقي واحد كافر جدا وثري جدا 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 هذا ثراؤه يدخلوا الجنة وده ثراؤه يعذبوا في النار ليه؟ لأن تصرف المؤمن غير تصرف الكافر ونلاقي واحد مؤمن جدا جدا وفقير جدا جدا واحد كافر جدا وفقير جدا فهذا فقره يدخله الجنة وده فقره يدخله النار المهم المهم أنا بعمل إيه دلوقتي هل أنا أسير في حياتي وفق مراد الله ولا بمعصية الله ولو حتى بتفكرنا البشر عن معاني العذاب الرسول عليه السلام القدوة لو خدنا بتلاق واحد من اللي بتلقى دي هو في النهاية حردت أقولك مبتسم راضي صلى الله عليه وسلم فما كانش ده عذاب لأنه هو ده معانا الشكر أن أنت ذاتك تقبل الرسول إنسان كان بيبكي وبيتدايق ولما كان بيتأله ولقد نعلمه أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك ويكون من الإيه من الشاكرين فالرسول كان بيضيق صدره بيتدايق وبيبكي على فراق الأحباب بسوك الرحيم جدا صلى الله عليه وسلم وكان ودود صلى الله عليه وسلم ويتأثر ومشاعر حية فكان بيتأثر قوي هو دي من سماته البشرية ففيه وجع مش الوجع مش موجود فإحنا ممكن نتواجع نحزل نبكي ولكن وإحنا ماشيين في الطريق دون اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى ودون معصية لله سبحانه وتعالى ربنا قال وبشر الصابرين ما قالش الراضيين ودايما ربنا يعني الصبر منزلة والردى منزلة صحيح فليه ربنا اختص الصبر في الموضوع ده الصبر تعريفه يقولون حبس النفس على ما تكره يعني هو طول الوقت هو متدايق حاجة بكرهها هو فيه مرض فيش حد بيحب المرض والمرض مصاحبه للألم والمرض زي سجن يدخله الإنسان يخليه يأكل أكل معين ويتحرك حركات معينة بعض المرضى محرومين من أكل بعض المرضى محرومين من أعمال ما يجريش مثلا ما يمشيش في مكان معين فالمرض سجن فدايما لما نقول لواحد فقير أو مريض أو عنده مشكلة اصبر فالصبر معناه أنه طول الوقت مش حابب الوضع ده بس هو بيعمل ايه بيصبر عشان ربنا يملك نفسه ولذلك الصبر ده جزاؤه لإيه الجنة الجنة والبشرة ممكن تبقى في الدنيا برضو ده أكيد سبحان الله يعني البشرة في الدنيا والآخرة ربنا سبحانه وتعالى يبشرهم في الحياة الدنيا بالخير وطمأنينة يعني ممكن تكون أعلى درجات البشرة في الدنيا أنك تتطمن اللي حصل لك ده بقى نفس اتربت كويس وصلت للرضا وصلت للرضا وصلت لمعرفة الله عز وجل لحق المعرفة وأصبح من أولياء الله ربنا بيقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إحنا عايزين نعلق على فكرة أولياء الله كان عندنا دايما انطباع أن الولي ده الزاهد اللي قاعد في حاله منزلة بعيدة قوي يعني أنا فجأت أن علماء بسطوها قوي قالك أنت مجرد ما بترتقي بروحك أن أنت ترتقي من الصبر اللي أنا يا ربي مطمئن اللي بيحصل لي دخلت في منزلة الأولياء ربنا عرفها لأنني ما سبهاش للناس يعرفوها ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون طب مين هم الأولياء يا رب الذين آمنوا وكانوا يتقون خلاص يعني الإنسان المؤمن اللي بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى بيتصرف بقى في حياته كلها وفق مراد الله أصبح مني من الأولياء سبحان الله طيب في وقت أسأل سؤال أخير وأنا ما فيش وقت باختصار طيب تمام الفرق من المصيبة في وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن الله وإن إليه رجعون والتانية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم الفرق من المصيبة دي والمصيبة دي أحياناً بيكون ده جزاء على فعل اللي بيحكم الحكتين حال الإنسان إنسان سائر في طريق ربنا سبحانه وتعالى فده اختبار كده ربنا سبحانه وتعالى بيرفع به الدرجة وممكن هو بيعامل حاجات غلط فده مصيبة بتخافف عنه إيه زنوب تمام فاللي هيعرفها يبقى حاجة كويسة لو أنا عاصي يبقى ده عقوبة من ربنا سبحانه وتعالى تمام طبعاً هي مواضيع الابتلاء من الأمور الفتفاضة أوي اللي محتاجة كل فترة كده بنرجع لها بزوايا مختلفة وبمعاني مختلفة فربنا يبارك بحردك على القدر اللي بيتهولنا النهاردة يا شيخ عبدو دايماً بتنور عقلنا وقلوبنا ربنا ينعر في مزان حسنة حضرتك شكراً جداً لحردك وشكراً لحضراتكم تقبل بكرة على فين إن شاء الله شكراً لحضراتكم اشتركوا في القناة